هذا وسيعلد تلفزون البحرين تسجيلا كاملا للاحتفال الذي أقامته وزارة التربية والتعليم في صرح الميثاق بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لميثاق العمل الوطني بعد نشرة أخبار الثامنة من مساء اليوم لدى حضور سموه لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء أكد أن الاقتصاد يتقدم على السياسة والأمن يحفظ كليهما فلاقتصاد بدون أمن ولا أمن دون اقتصاد وفرض القانون هو السبيل لحفظ الاستقرار الذي يحتاجه الانفتاح الإصلاحي والإصلاح ليؤتى ثماره سموه شدد على ضرورة الاستفادة من الاستقرار في الانفتاح ومن الانفتاح في التجارة وأبعاد العمل التجاري عن التسييس وأن تتضافر جهود كافة التجار مع الحكومة لجعل البحرين قبلة للمستثمر والزائر فجميعنا ننشد هدفا واحدا وهو بلد آمن مستقر ينعم باقتصاد مزهر ويكون المواطن فيه منتجا منعما بخيرات بلاده وإننا ندعم أي مجلس إدارة قادم لغرفة تجارة وصناعة البحرين لأنه سيكون الخيار الذي تلاقت عليه آراء التجار ولن يجد من الحكومة إلا كل الدعم والمساندة وتأكيدا للدور الذي يطلع به القطاع التجاري في الشأن الاقتصادي والوطني فقد قام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صباح اليوم بزيارة إلى المقر الانتخابي لغرفة تجارة وصناعة البحرين بمركز الشيخ عيسى الثقافي حيث تجرى انتخابات الدورة الثامنة والعشرين لمجلس إدارة الغرفة والتقى سموه بالمرشحين والناخبين واطمئن على سير العملية الانتخابية وسلاسة إجراءاتها ولقد حرص سموه على الإجماع برؤساء بل الاجتماع برؤساء الكتل الانتخابية التجارية والمرشحين والعضاء السابقين لمجلس الإدارة والتجار وتبحث سموه معهم في الشان التجاري والاقتصادية وفي هذا السياق فقد شد سموه رئيس الوزراء بالدور التجاري الذي اطلعت به الغرفة عبر تاريخها العريق وبإسهاماتها الإيجابية في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز دور القطاع الخاص في الشان الاقتصادي ومجمل العملية التنموية وضاف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين حدث تجاري ووطني هام يقدم فيه المرشحين المرشحون والناخبون صورة جميلة للبحرين المتنوعة في طيفها ونسيجها المتماسك فالجميع فائز في هذا اليوم ولكل دوره المقدر سواء كان داخل مجلس إدارة الغرفة أو خارجها فمطلة العمل الوطني في البحرين تشمل الجميع دون تمييز أو إقصاء أو تفرقة وهذا مصدر قوة بلادنا وقال سموه إن أملنا كبير في هذا التجمع التجاري الهام فهو قبل أن يكون مصدر قوة لكم فإنه مصدر قوة للبحرين على الصعيد الاقتصادي والتجاري ولا شك أن نتائج الانتخابات ستعود بالمردود الإيجابي والطيب على مملكة البحرين لسنوات قادمة بفضل تكاتف جهود أبناء البحرين في بيت التجار وهن سموه خلال الزيارة القطع التجاري بمناسبة انتخابات مجلس إدارة الغرفة معربا سموه عن تطلعه إلى أن تكون بداية لمرحلة جديدة تعزز من عطاء الغرفة الوطنية ليتواقب مع منظومة البناء والنهضة التي تشهدها مملكة البحرين في كافة المجالات وأكد سموه أن الغرفة لعبت دوارا كبيرة على مدى عقود فهي أول غرفة في منطقة الخليج ومر عليها العديد من الرواد الذين أسهموا بكل تفان وإخلاص وعملوا بكل اجتهاد من أجل دعم الاقتصاد الوطنية وامتدح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المساهمة الإيجابية للمرأة البحرينية في الاستحقاق الانتخابي التجاري فمشاركة المرأة بهذه القوة تجديدا لانفتاح المجتمع البحريني ومرأة تعكس تمكين المرأة البحرينية اقتصاديا وتجاريا إلى جانب ما حضيت به من تمكين سياسي واجتماعي مؤكدا سموه أن مشاركة المرأة في هذه الانتخابات دليل حضاري على انفتاح البحرين التي هيئت الظروف للمرأة في أن تساهم إلى جانب الرجل في كافة المواقف وأشدد سموه على أن الأمن ركيزة أساسية لأي نهضة اقتصادية وأن العمل التجاري في أهميته وتأثيره يوازي العمل الأمني وعلى الجميع أن يعملوا من أجل صالح الوطن ولن نترك الفرصة لأي شيء يقف عقب عقبة في طريق الوطن نحو البناء وقال سموه أن التشريعات والقوانين التي تنظم العمل التجاري يمكن مراجعتها وتغييرها لجعلها دائما موائمة لأصحاب الشأن من التجار والمستثمرين فهي ما وضعت إلا للتنظيم ولا شيء يمنع من إعادة النظر فيها بما يخدم المصلحة العامة والعمل على تعزيز التنافسية في الاقتصاد من خلال مواصلة وتوسعة الجهود في إيجاد بيئة أعمال متميزة وتحسين البيئة القانونية والتنظيمية لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال في مملكة البحرين وقد قام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجولة في مقر الاقتراض طلع سموه خلالها على سير العمل وما وفرته غرفة تجارة وسناعة البحرين من دعم فني للمرشحين والمنتخبين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة وقد حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الجولة على تبادل الأحاديث مع المواطنين المشاركين من التجار وأصحاب المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة واستمع سموه منهم إلى مقترحاتهم ورؤيتهم حول مستقبل الحركة التجارية في البحرين حيث أشاد المرشحون والناخبون بالدور الرائد لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فيما حققته البحرين من مكتسبات اقتصادية جعلتها نموذجا في مجالات اقتصادية وتجارية عدة وأكدوا بأن الأساس الاقتصادية المتينة الذي وضع لبناته سموه رئيس الوزراء في البحرين لا زال الجميع ينعم بنتائجه الإيجابية على مختلف الأنشطة الاقتصادية كما شاد المرشحون والناخبون بالمبادرات الحكومية في دعم النشاط التجاري ومؤسساته الصغيرة والمتوسطة إلى ذلك فقد رفع الدكتور عصام بن عبدالله فخر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على هذه الزيارة الكريمة التي تجزد نهج سموه المستمر في دعم القطاع التجاري والاقتصادي وتعكس حرز سموه الدائم على دعم التجار ومساندتهم في مختلف المناسبات أشوف اليوم الحقيقة اجتماع بأخواني وأبنائي وبناتي هذا أكبر سرور لأكثر من أي عمل آخر أما العمل اللي يقومون به اليوم فهو خدمة يقومون به يقدمونها لشعبهم ولمواطنينهم اليوم انتخابات الغرفة كما عودونا دائماً أبنائنا وبناتنا أن تكون الانتخابات منظمة والكل يشارك وهذا ما هو حاصل لليوم فأتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله في عملهم والإسناد مننا حنى لهم في كل وقت الاقتصاد مسؤوليتنا جميع ومسؤولية كل مواطن هذا تنظيم قديم وتاريخ الغرفة فإحنا ثقتنا في من يترأس هذه الغرفة كبيرة وأنا متأكد أنه ما بيفوز الواحد اللي يستاهل ويستحق الإسناد من الجميع ترجمة نانسي قنقر